قال القيادي بلجنة الاعتصام السلمي في المهرة الشيخ محمد بركا صمودة إن قبائل المحافظة ستفشل كل المخططات التي تخطط لها أو تخطط لها القوات الأجنبية عبر ميليشيا الانتقالي وضف صمودة في تصريحات للمهرية أن قبائل المهرة جاهزة لمواجهة أي أعمال خارج عن القانون في المحافظة تخطط لها ميليشيات المجلس الانتقالي المدعومة من الإمارات وأحذر عناصر ميليشيا الانتقالي من أي فوضى تخطط لها في المحافظة مشيرا إلى أنها أصبحت قبلة لكل اليمنيين كما أكد أن كل شرفاء المهرة وأحرارها من كل المكونات سيفشلون كل تلك المخططات من جانبه أكد القيادي في لجنة الاعتصام بمحافظة المهرة حميز زعبانوت أن لجنة الاعتصام واقفت منذ اليوم الأول لتأسيسها أمام الوجود السعودي وأطماعه بالمحافظة وأضف زعبانوت بأن السعودية تحاول فرض مخططاتها عبر سلطة الحكومة الشرعية أو من خلال استقدام جنود أجانب إلى مطار الغيضة الدولي وقال إن الوجود السعودي يحاول استثمار أي خلافات في المهرة بعد فشله في زرع الفرقة والفتنة بين أبنائها وجدد رئيس لجنة الاعتصام في شحن على موقف قيادات لجنة الاعتصام في المهرة الساعي إلى طبض القوات الأجنبية من المحافظة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة